السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هنبدأ نتكلم مع بعض عن كيفية معالجة الفريم لما السويتش بيستقبله الفيديو اللي فاتح نتكلمنا عن الهب البرج سويتش اتكلمنا ان السويتش بيستقبل الفريم وبيعمل قرية للفريم ده وبياخد حاجة اسمها الماك ادرس وبيحطها في تيبل في الفيديو النهاردة ان شاء الله هنبدأ بقى نتكلم هو العملية دي بتتم ازاي وشكل الماك ادرس تيبل في الواقع الحقيقي بيكون شكله عامل الزين طيالله بنا نبدأ مع بعض موضوعاً في البداية كده احنا عرفنا مع بعض ان السويتش كان بيستقبل الفريم لما كان بيستقبل الفريم زي وزي اي جهاز نتورك في الدنيا بيعمل تشيك على الفريم اللي هو استقبله ده عشان يتأكد الفريم ده سليم ولا لا فاكرين لما كنا بنشرح مع بعض اللير 2 فريم استركشور لما عدنا نتكلم عن الريامبل والاس اف دي والسورس ماك والسورس ماك والسورس ماك والتيب والديتا وفي الاخرى قلنا ان فيه فيلد في اخر الفريم اسمه FCS وده اللي غرض منه ان الجهاز اللي بيستقبل البيانات الادجيسنت سيستم اللي بيستقبل البيانات بيتأكد ان الفريم اللي هو وصله ده ما تلعبش فيه او سليم معافة زي ما تم ارساله من الماشين اللي اتبعت البيانات دي نركز اوه في المعلومة دي فاكرين ال FCS اتمنى ان شاء الله نكون فاكرينه خليني بس عارفين حاجة ان ال FCS ده الفاليو بتاعته بتتغير كل ما الفريم يعدي من جهاز للتاني يعني خليني اقولكم موضوع ماشي ازاي انا نطي لو بفترض ان انا فيه عندي جهازين ادي الجهاز الاول و ادي الجهاز التاني و هين سويتش موجود ما بينه وهو فنوس وببعت البيانات على الكاب ده ببعت البيانات ده على الكاب ده المفروض ان الجهاز ده عشان يقدر يوصل للجهاز ده بيعطر البيانات لل Southwestму و بتبعته للجهاز مضبوط كده كلام ؟ Email that's face اللي بيحصل هنا ايه ان السويتش او الجهاز ده ما يبعت البيانات والسويتش هيستقبل الفريم هيتشك على FCS Value هنا لقاها سليمة ومطابقة للمعادلة اللي هو عملها على نفس الفريم هيقولي الفريم ده سليم يلا اعمل ريكمبيوتنج ليه وابعته لإيه او يلا سليم يلا ابعته للجهاز اللي بعديه الجهاز اللي بعديه ده لما هيستقبل الفريم هيشوف برضو هل الفريم سليم ورده لو في اي مصار في الشبكة اي سويتش اكتشف ان الفاليو اللي مكتوبة جوه FCS مختلفة عن الفاليو اللي هو طلحها لما عمل معادلة CRC بنفسه هيعتبر ان الفريم ده غلط وهيوقع فهنا انا بقول ايه بقول ان السويتش لما هيستقبل الفريم طبيعي حسب طبعا طريقة السويتشنج أوبريشن مود اللي هو شغال بيها لان احنا برضو هنشوف ان في حاجة اسمها cut through حاجة اسمها store and forward الاخر هزا الكلام طبيعي يعني ان السويتش هيريفيو الاول على FCS Value لقاها سليمة هيعدي ملاقاش سليمة هيوقع على الفريم متفقين طيب لا ان ال FCS Value دي سليمة بالنسبة له او يعني بغض النظر مش هي يعني الحتة دي اللي هيوقف فيها بس ايه كمان الحاجة الثانية اللي عملها سويتش السويتش هيقرأ ال destination MAC address وهيشوف ال destination MAC address ده يقدر يوصله من عن طريق انو بورت لو لقى ان ال destination MAC address ده نوع ال communication اللي هو بعيدها بروتكاست هيبعت الفريم دوت لكل البورتز مع عدل بورتز اللي استقبل منه ال request او استقبل منه الفريم نخلي بالنا جدا من المعجومة دي السويتش لما بيستقبل اي بيانات والبيانات دي لو كان نوحها بروتكاست بيعمل لها ازاعة عن طريق كل البورتات فقط لو destination MAC address او العنوان اللي مكتوب في destination جوه الفريم بروتكاست بيبعتها عن طريق كل البورتز مع عدل بورتز اللي استقبل منه الفريم ده في الحقيق طب لو destination MAC address اللي موجود كان ملتيكاست لو نفتكر مع بعض احنا اتكلمنا ان فيه تلال انواع من ال communication اتكلمنا عن حاجة اسمها بروتكاست اتكلمنا عن حاجة اسمها ملتيكاست وتكلمنا عن حاجة اسمها يونيكاست فلو مش فكري حاجة من دي نرجع للدرس اللي هو كان رقم 16 اللي كان بيتكلم على انواع ال communication لو الفريم ملتيكاست السويتش هيبعت الفريم لكل البورتز المشتركة في نفس الملتيكاست جروب ديت مع عادة طبعا البورت اللي تبعت منه الفريم اعتقد ان ده شيء بديهي ومفهوم السويتش كمان بيقرى destination MAC address يعني source اسم MAC address وبيسجل source MAC address دوت في الماك ادرس تابل اللي موجود على السويتش اللي هنشوف هو عامل ازاي وطبعا خلينا عارفين ان ممكن اكتر من MAC address يتسجلوا على نفس البورت بتاع السويتش يعني على سبيل المثال لو عندي سويتشين مربوطين ببعض يعني خليني مثلا اوضح المثال لو عندي سويتشين مربوطين ببعض هنا في المكان ده ما بينهم كم والسويتش ده ورا بعض الاجهزة والسويتش ده ورا بعض الاجهزة ومن نوجه نظر السويتش ده هيبقى شايف ان على البورت ده مش MAC address واحد هيبقى فيه MAC address الجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده كلهم هو عارفهم عن طريق البورت ده فممكن نظريا وعمليا ينفع يكون فيه اكتر من MAC address مربوطين على نفس البورت زي الحالة اللي عملنا وردها لكم اللي بنسميها حالة بورت الأبلينك يعني بورت بيوصل بسويتش تاني او بهاب تاني او بنتورك ديفايس اخر فيوصل من على البورت ده كل الماك ادريس ده اللي وصلة على الجهاز اللي انا اووصل بيه من النحية التالية الماك ادريس تيبل ممكن نسميه MAC address table ممكن نسميه switching table ممكن نسميه bridging table او ممكن نسميه cam table اللي هوه اختصار content addressable memory اللي بيعبر عن نوع الزاكرة اللي بيتخزن عليها معلومات الماك ادريس الماك ادرس تابل يتخزن على الرام الموجود على السويتش هذا معناه ان هي ذاكرة random و ذاكرة مؤقتة لو حصل ان السويتش عصله restart فالكونتنت الموجود على الرامات دي سيتشهل ولما السويتش يقوم ثاني سيبدأ ان يتعلم الماك ادرس من اول وديد فخلي بالكوا ان الماك ادرس تابل ممكن تسمع اسمه switching table ممكن تسمع اسمه bridging table وممكن تسمع اسمه برضو cam table وما كلهم مصطلاح لنفس المفهوم ماك ادرس تابل الديناميك ماك ادرس لما السويتش يتعلم ماك ادرس لما بيستقبل frame وبيقرأ منه destination و source بيسجل source ماك ادرس على البورت اللي استقبل منه frame وبيشوف destination ماك ادرس يترحلها ازاي وبيبعت البيانات لها الماك ادرس اللي هو سجله ده لو هو سجله بعد اما قرأ الفريم بنسميه dynamic ماك ادرس ماك ادرس يعني ماك ادرس سويتش يتعلمه لوحده يتعلمه بطريقه اوتوماتيكيه الماك ادرس ده default time او بتاعه حيفضل محفوظه على البورت بتاع السويتش جوه الماك ادرس تابل حوالي خمس دقايق يعني حوالي 300 ثانيه اعذروني لو هنا النص مكتوب غلط لو هنا مكتوب قدامكم 300 minute ثم 300 seconds default 5 minutes او 300 seconds او لو الجهاز اتطفى او الكابل تشارك يعني ايه الكلام ده انا نطي بقول ان السويتش بيقر على الفريم فبيتعلم منه source macaddress بيسجل source macaddress ده على البورت اللي استقبل منه الفريم لو الجهاز اللي بعت الفريم ده ما بعتش اي حاجه تانيه خالص الماك ادرس ده هيفضل مربوط بالبورت لمدة خمس دقايق بعدها اوتوماتيك هيتمسح الماك ادرس ده من على الميموري بشكل تلقائي طب امتى الحالة التانية اللي ممكن الماك ادرس فيها يتشال سواء بقى الجهاز بعت بيانات او ما كانش بعت بيانات لو الكابل اللي واصل بالجهاز ده تفك من الجهاز بشرط ان الجهاز يكون واصل direct بايه switch لو الكابل تفك فالبورت بتاع السويتش هيتحول لوضع اسمه down فا اي ماك ادرس switch متعلمه من انطرية البرت ده هيتطيره من عليه او لو الجهاز نفسه اللي واصل في السويتش اتطفى نفس الشيه لما الجهاز هيتطفى هيفقد الطاقة الكهربائية فكارت النيتورك اللي على الجهاز هتشوتدون او هتطفى فبالتالي البورت بتاع السويتش هيتحصل له برضو شوتدون او ام مش شوتدون بقى هيتحصل له ان هو هيتحول لدون البورت هيوقع فبالتالي الماك ادرس هيتشال نركز كم علومة الصغيرين دول وان كان ان احنا ان شاء الله ما نكلم في السويتشنج هنتعرف ديوم بزير من الاضاحة والتفصيل ممكن بقى الماك ادرس على البورت نتعلنه الطريق استاتيك يعني بدل ما ديناميك السويتش يستنى ان هو يقرر الماك ادرس وبعد كده يسجله على البورت ممكن انا ادخل في اعدادات السويتش وابدأ ان انا اقول له من عن طريق البورت الفلاني ده في الماك ادرس الفلاني وعن طريق البورت ده في الماك ادرس الفلاني وعن طريق البورت ده في الماك ادرس الفلاني على الرغم انها عملية ممكن تبني انها او عملية متعبة شوية تخيل ان انت محتاج تجمع كل الماك ادرس اللي عندك اللي موجودة في النتورك وتربطها كل ماك ببورت سويتش معين لكن في بعض الاماكن اللي لها مثلا دواعي امنية او احتياجات لحاجة زي كده ممكن نلاقي ان في احتياج ان انت تعمل حاجة اسمها ستاتيك ماك ادرس على البورت في الاسفل هنا في الشاشة هنشوف الشكل الحقيقي للماك ادرس تابل لو بتكلم على سيسكو سويتش فحلاقي مثلا ان هو ده الامر اللي بتعمل على السيسكو ما نتجلل شابلنا بي دلوقتي وهنلاقي ان في حاجة اسمها اللان اللي بي لان نخم واحد وبنلاقي الماك ادرس مكتوب بطريقة كده جديدة علينا او غريبة شوية مكتوب اسفار ارقام يعني ومكتوب برضو حرف السي احنا شايفينه وشايفين حرف الاي في اول سطر وبعد كده الطيب زي ما انتم شايفين انا معلم هنا حاجة اسمها دايناميك على اول واحد وتاني واحد متعلم عليه برضو دايناميك وتالت واحد استاتيك وبعد كده البورت الماك الاول ده السطر الاول متعلمه عن طريق بورت فاست زيرو على واحد ولما شوف في السويتش كلمة فاست ده معناه ان البورت داي بيشتغل بسرعة 100 ميجا بيت بر ساكند زي ما تكلمنا ان السرعات ممكن تبقى 10 او 100 او 1000 لما بشوف ايسرنت فمعناه ان البورت شغال 10 وان كان فيه استثناء للقاعدة دي لما بتكلم على سويتشات نيكسس او اللي هي فئة سويتشات من سيسكو اسمها نيكسس ولو شفت فاست فالبورت ده شغال 100 ميجا ولو شفت جيج فالبورت ده شغال 1000 ميجا بيت بر ساكند فعموما هو ده الشكل بتاع الماك ادري ستيبل السويتش بيتعلم المعلومات دي بيروبطها بالبورت اللي استقبل منه البيانات لو دايناميك لو تعلمها لوحده هتقعد لمدة خمس دقايق لو ما حصلش اي بيانات بتبعت من الجهاز ده هيمسحها بعد الخمس دقايق لكن طالما الجهاز اللي بعت الفريم ده شغاله وبيبعت فالخمس ده دول بيتجدده اخر مرة باع الجهاز بعت فيها فريم فلو الجهاز شغاله ببعت عطول فالمفروض ان الماك ادريس ده ما يتمسحش الواحده وطبعا بيتسجل رقم البورت اللي وصل منه فالسويتش لما بيجي له ريكوست بيبص على الديستينيشن وبيشوف الديستينيشن دي موجودة فينا على الماك ادريس تايبل ويبعتها وده شكل الفريم برضو ده بس اللي بتذكيره زي ما قولنا احنا عندنا الاس اف دي وعندنا الريامبل وخلي بالكونا جماعة وخديم بالكونا مش مكتوب بايت هو هنا مكتوب 7 اوكتت وهنا مكتوب 1 اوكتت وهنا مكتوب 6 اوكتت انا كنت موضحها لكم قبل كده 7 بايت 1 بايت 6 بايت لكن خلينا فاهمين ان كلمة اوكتت مراضف لكلمة بايت لان كلمة اوكتت دي معناها سوماني طب قصده 8 ايه 8 بيت والتمانية بيت زي ما احنا عارفين قبل كده معناها 1 بايت حد هنا كده المفروض نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده اللي كنا منتكلم فيه كده عن تفاصيل اكتر على عملية معالجة الفريم السويتش بيتعلم الماك ادرس ازاي السويتش بيبعت البيانات اللي بيستقبلها بناء على نوحة لو يونيكاست بيبعتها بمعلومية الماك ادرس بمعلومية الماك ادرس تابل لو بروتكاست بعمل ايه لو مالتيكاست بعمل ايه اتمنى تكون المعلومة واضح عليكم وما تقلقوش ان شاء الله لما نبدأ ان شاء الله هنشوف الماك ادرس بشكل حقيقي الماك ادرس تابل على سويتش بيسكو عمل ازاي وحنتعلم اكتر ان شاء الله شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته